كنا نفكر في استئجار مكان ولكن الناس هنا استضافون من دون أن ندفع نقودا إنها سيجامارا التي غادرت منزلها في إقليم تيجري برفقة زوجها هربا من القتال هناك بعد رحلة شاقة دخل الزوجان الأراضي السودانية ولم تكن سيجامارا تعرف من الذي ينتظرها لكنها تعبر عن ارتياحها للاستقبال الحار الذي لقياه من السكان المحليين بعد الجوع والعطش والإرهاق وصل الزوجان إلى مدينة الحمديات السودانية الفقيرة بعدما عبران نهر استيت بعد أيام من بدء النزاع في إقليم تيجري كل ما كان يسعيان إليه هو مكان ينامان فيه بعيدا عن مخيمات اللاجئين المكتظة بألاف الواصلين على الطرف الغربي لمدينة الحمديات وسجلت سيجامارا وزوجها أسميهما في مركز استقبال اللاجئين بهدف الحصول على وجبات طعام يومية سنبقى هنا بضعة أيام إن عاد الهدوء إلى تيجري سنعود وإذا لم نعود لا خيار لدينا سنعيش في مخيم للاجئين ويقول المزارع السوداني عيسى حسن الذي يعيش في حمديات أصبح المكان مزدحما لكن لا بأس هم ضيوفنا إلا أنه يشكو من أن تدفق اللاجئين أدى إلى ارتفاع الأسعار في أسواق المنطقة نحن جهدنا السودانيين لينها الكرم وجهدهم طبعا الدولة الأسعوبية دولة شقيقة وجارة ونحن نتحمل مواقعنا في كل صعبة في الحارة ونحن نفدي نعم كل المجالات حتى البيوت المنازل حتى السرائر والفرشات الزوجان الشابان بين ألاف اللاجئين الذين فروا من إقليم تيجري في شمال إثيوبيا بعد اندلاع القتال في مطلع 20 نوفمبر حين شنت القوات الحكومية هجوما على القوات المحلية المتمردة وقتل المئات في النزاع الدام بنى الحكومة الفيدرالية برئاسة أبي أحمد وقوات جبهة تحرير شعب تيجري ويصدف العديد من سكان منطقة حمديات على الرغم من فقرهم لاجئين إثيوبيين فروا من النزاع وقدم بعضهم المأوى فقط بينما قدم آخرون الطعام ومياه الشرب ويقول مدير مركز استقبال حمديات يعقوب محمد إن المركز استقبل أكثر من 24 ألف لاجئ منذ اندلاع القتال في تيجري وبحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بلغ عدد الإثيوبيين الذين فروا إلى السودان 36 ألفا ويمكن أن يصل إلى 200 ألف خلال الأشهر الستة المقبلة وتسعى السلطات السودانية وجمعيات الإغاثة إلى تشهيز المخيمات وتقديم الغذاء والخدمات الطبية الأساسية لمواجهة التدفق الكبير للفارين من الحرب لكن الحكومة السودانية مثقلة بأعباء مشكلاتها الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر خصوصا في ولاية القضارف وكسلة الواقعتين شرق البلاد وتصديفان العدد الأكبر من اللاجئين رداءة الوضع تصفه مشاهد اللجوء الصعبة قد يخفف التضامن من وطأته لكنه يبقى لجوءا فيه ما فيه من المعاناة والخوف